اللي عاوز أكد عليه من خلال حن أم سموئيل أنه الله كان عاوز يعمل شيء من خلال حن هي طلبة ولد الله اللي كان بده ولد وهي أدركت لما أدركت فكر الله والرب أعطاها لابن صلت وبالفعل يعتبر سموئيل واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم عارف يا أخي نزار أنا بست عقيبا على كلام حضرتك أنا من الحاجات اللي تعلمتها يعني على قد الحياة اللي أنا عيشتها أني أصلي ربنا وأقوله يا رب خليني أصلي الصلاة المرضية أمامك اللي بحسب مشيئتك لأن كتير قوي كنت بصلي صلوات ليست بحسب مشيئة الله وكنت بتصدم وفي كل حاجة اخترتها لنفسي وعافرت عشان أخدها كلها ندمت عليها إلا الصلوات اللي كانت من إيد الله فأنا يعني الحقيقة ده اللي بقوله لكل واحدة أين كانت التجربة اللي بتمر بيها أين كانت الظروف اللي هي فيها الله حاسس بيكي الله شاعر بيكي شاعر بأناتك شاعر بدموعك شاعر باحتياجاتك بس كل صلاتك قولي له يا رب خليني أصلي الكلمات اللي أنطق بيها بحسب مشيئتك أنت عشان تكون صلاتي رائحة بخور زكية أمامك هو ده اللي أنا يعني تعلمته في دنيتي أن ما تخلينيش أقول كلمات لمجرد أني أكون زي بقية الناس وعايز أقولك أن نتيجة الصلوات دي أنا فعلا امرأة مميزة جدا الله يعني محاوتني ببركات لا تحصى ولا تعد يمكن حتى مش في بنات جيلي اللهم باركني في حاجات كتيرة جدا لمجرد أني قلتله أنا بشكرك على اللي أنت ادتوني وبشكرك على اللي حجبته عني لأني مدركة تماما أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله